كده الشباب عرفنا أنه عندي العناصر أو 118 رموز طيب نخش الدولات عليه نخش على حاجة اسمها التركيب الزر المادة طبعا حرفنا من درس اللي فات أنه عندي المادة بتتكون من جزئات وجزئات بتتكون من إيه من زرة عشان نخش أو نعرف تركيب الزرة تعال بص كده على الفيديو قدامنا ده تركيب الزرة وخواص كل جزء فيها ما رأيك في أخذ جولة داخل الزرة وترى مما تتكون وخواص كل جزء فيها لتعرف أكثر اضغط على كل أيقونة من الأيقونات الموجودة أمامك الإلكترونات هي جسيمات سالبة الشحنة وكتلتها ضئيلة جدا يمكن إهمالها بالنسبة إلى كتلة كل من البروتون والنايترون توجد النواة في مركز الزرة حيث تتركز فيها كتلة الزرة كما أنها موجبة الشحنة لأنها تحتوي على بروتونات موجبة الشحنة ونايترونات متعادلة الشحنة توجد البروتونات داخل النواة وشحنتها موجبة النايترونات هي جسيمات متعادلة الشحنة الكهربية مستويات الطاقة هي مناطق تخيلية حول النواة تتحرك خلالها الإلكترونات حسب طاقتها كما أن أقصى عدد لمستويات الطاقة هو سبعة مستويات وكل مستوى له قيمة معينة من الطاقة زي ما الحسوك يا شباب أنه عندي في الفيديو ده تتكلم على أن الزرة بتكاوم من حاجتين أسيتين عندي حاجة اسمها نواة وعند حاجة اسمها إلكترونات زي ما وضحوا قدامكم في الشكل وعند النواة دي كتاوم برضو من حاجتين بروتونات موجبة وحاجة اسمها نيترونات متعادلة بعدين الزرة بتكاوم من حاجتين أسيتين وعند النواة وعند الإلكترونات والحسوك كمان أنه عندي الإلكترونات بتدور حوالين إيه؟ بتدور حوالين النواة تعكدة؟ بس قبل أن نخش على تركيب أكتر في الزرة إحنا عندنا الزرة تعريفة إيه؟ هي أصغر وحدة بنائية المادة يمكن أن تشارك في التفاولات الكيميائية بعدين دايما التفاول الكيميائي بيتم على مستوى الزر يعني ما بين الزرات طب تعالك أنا نخش على تركيب الزرة إحنا قولنا الزرة كما نحاجتين نواة وإلكترونات أنا عندي خلي بالكنيوا أعرفت برضو من الفиديو أنه عندي قتلة النواة أو قتلة الزرة بتلتاكس في النواة إنه عندي نواة تعتبر القتلة بتاعتها كبيرة جدا بالنسبة للإلكترونات فدائما بهم القتلة الإلكترون بالنسبة ل pat четы نواة على البضح فس посмотрим على العلل هنا بتلتاكس قتلة الزرة في النواة ليه؟ إنه عندي دقالة قتلة الإلكترون إذا ما يكون بقتلة البروتينات والنيترونات طبعا البروتونات المتابعة دي موجودة فين؟ موجودة في النواية بتاعة الزر أنا عندي خلي بالكم معلومة كده كتلة البروتون الواحد بتساوي 1200 مرة كتلة إلكترون شايف رقم كبير قد إيه؟ فيمكن أهمل كتلة إلكترون بالنسبة لكتلة النواة على بعضها بعدين معلومة إنه عندي ترتاكز كتلة الزر فين؟ في النواة تعب برضو بيجو سؤال هنا يقول ليه النواة مجابة الشحن؟ زي ما شوفنا في الفيديو اللي قدامنا إنه عندي النواة بتحتوي عليه؟ بتحتوي على بروتونات مجابة ونيتونيونات متعدلة متعدلة يعني الشحنة بتاعتها مهملة وبقى عندي مين؟ بقى عندي كتلة أو شحنة البروتون الواحد موجابة بقى عندي النواة على بعضها شحنة مجابة السبب لإنه عندي بتتكاوم من بروتونات مجابة ونيتونيونات متعدلة تقدر تتابع كل دروسك على طبي مدرستنا بلس مدرستنا المستقبل يبدأوا الآن